اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعض العلماء وأيضا في امتثال أعوام اشتناب النواهي وجمعت الآية الكريمة مكارم الأخلاق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني خذ الأسهل للناس وعدم تتبع عوراتهم والقبول العضر أعضارهم والعفو طبعا المعروف ما جاء في الشريعة وأعلى مراتب العفو دعوة لتوحيد الله وحقوق العباد والمعبود سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين أي الناس السيئين في الطريق من باب كرم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والرسول صلى الله عليه وسلم في ذاه أبي وأمي يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول لنا حسن الخلق يصل إلى درجة الصائم القائم والرسول عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق أعلى درجة في الجنة لفردوس الأعلى لمن حسن خلقه وأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا فموضوع الخلق أمر عظيم ورسول صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق وهي معنى ذلك والأخلاق شاملة في الإسلام تدخل في جميع نواهي الحياة والتربية القرآنية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه اعتمدت على المزج بين الجانب العقائدي وجانب العبادات وجانب الأخلاق فالأخلاق هي عبادة من جانب لأن فيها وفاء مثلا التوحيد الله سبحانه وتعالى فيها معنى الوفاء وفيها معنى الشكر لله وفيها معنى الاحتراف بالجميل الذي أوجدنا من العدم ولهذا الآيات القرآنية تجد هذا المعنى واضح لما الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالصلاة لا خلق من أخلاق الصلاة القشوع والذين هم عن اللغو يمعرضون الكلام له خلق منه الابتعاد عن اللغو الذي لا فائدة فيه والذين هم للزكاة يفاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وممارسة الجنس لها أخلاق وهي الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فالأمانة والعهود هذه من الأخلاق المسلمين مع الناس فالأخلاق جزء من العبادة والأخلاق في الإسلام التي رب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه هي ثمار من ثمار التوحيد والإيمان بالله فالبالتالي هي ركيزة أساسية في حياة الناس تدخل في نواحي الحياة سواء كانت هناك أخلاق سياسية هناك أخلاق اجتماعية هناك أخلاق قصرية هناك أخلاق عسكرية فهذه المنظومة التي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم وتجد أيضاً روافد من روافد الأخلاق السير القصص القرآني غني غنى عجيب بالأخلاق لما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة جمعت في خصال من خصال الخير في شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام الأخلاق في الإسلام جزء منها هي عبادة ومرتبطة بالعقيدة هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم فكوى مصدرها رباني ثابتة غير قابلة للتغيير ولا للأهواء ولا للإجتهادات وبالتالي مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى وذكر القرآن الكريم وصول الأخلاق في آيات كثيرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون فجمعت مجموعة من الأخلاق الإيجابية الموجبة وحضرت من الأخلاق السالبة الأخلاق في القرآن الكريم لها علاقة بالمحتقد لما قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراجة وقمرا منيرة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورة قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وبالتالي التأمل والتفكر هذا خلق من أخلاق المسلمين وعباد الرحمن أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم ومنزلة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة هذا خلق التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذا في النهار أما في الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وبالتالي والآيات التي جاءت بعدها بيّنت أهمية التوسط في الإنفاق وبيّنت أيضاً ولا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحمة يبقى الأخلاق ركيزة مهمة وأصل أصيل في هذا الدين وهو شريعة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى وثمر من تمار التوحيد وكلما ازداد إيمان المسلم وتولتت المراقبة والخشية والخوف والرجاء كلما انعكس ذلك على أخلاقه هكذا في سيرة رسول الله ومع أصحابه أردو الله عليه نعطي مجال إن شاء الله للمشايخ الكرام ليعلقوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة والكريمة تفضل الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم انتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل الفرص لإكساب من حوله ومن يسمع كلامه هذه الأخلاق الرفيعة بكل الوسائل فجعلها معيارا للفضل فقد صح في سنة المذيب بإسلام الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وكذلك جعلها معيارا في الاختيار في الزواج قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح الخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح وصفنا من المرؤة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينه والنبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة في هذا لهذه الأخلاق الكريمة عندما قتل اليهود عبدالله بن سهل فجاء أخوه عبدالرحمن مع ابني عمه حويصة ومحيصة بن عمه سعود وكان أكبر منه جعل عبدالرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فأفاده هذا الخلق الرفيع كذلك عندما كان عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه ومع غيره فكانت يده تطيش في الصحفة قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك فعوده على هذا الخلق الرفيع والأدب في مواكلة الآخرين كذلك عندما دخل عليه المغيرة وشعبة رضي الله عنه وقطر شاربه فقطر شيئا من شفته أطجعه على أسادته وأخذ سواكه وأخذ شفرة فزجده حتى بدى شاربه فلم تزل تلك قصته بعده وصال مغيرة دائما لا يقص شاربه إلا على سواك وشفرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل به عندما مر ابن عمر أمام بيت حفصة فرأه النبي صلى الله عليه وسلم يرخي زاره وهو شاب قال له يا عبد الله ارفعي زارك فرفعه وفق الكعبة فقال زد فزاد فقال زد فوصل إلى نصف الساق فجرح ابن عمر ساقه ليعرف المكان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه دائما جرح ساقه ليعرف هذا المكان والمأذو فيه في هذا هذه التربية بالأخلاق رب عليها كل من حوله رب عليها أمهات المؤمنين قال لعائشة رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان الخرق في شيء إلا شانة وربهم بالقدوة والعمل الصالح يقولوا أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته هذا الخلق العجيب أكسبهم إياه فكانوا يكتسبونه حتى إن أهل الحديث يذكرون أن هذه الأخلاق تتوارث ويقولنا رب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبه هديه وذله وخلق ورب بن مسعود علقمة فكان يشبه هديه وذله وخلق ورب علقمة إبراهيم فكان يشبه هديه وذله وخلق ورب إبراهيم نخاعي نصور بن المعتمير فكان يشبه هديه وذله وخلق ورب نصور سفيان الثوري فكان يشبه هديه وذله وخلق ورب سفيان الثوري وكيعا فكان يشبه هديه وذله وخلق وربا وكيعنا أحمد بن حنبل فكان يشبه هديه وذل له وخلقه وربا أحمد بن حنبل أبا داود فكان يشبه هديه وذل له وخلقه فيكون هذه القدوة متوارثة بهذه التربية فضل يا أخ دكتور بسم الله الرحمن الرحيم انطلق من كلام الشيخين الشيخ علي والشيخ محمد في الخلق في السنة تأصيلا وتقريرا وسندا آخر ما ذكره فضل الشيخ أن الخلق سند فالسند سند رواية والدراية وسند القرآن وسند الحديث وسند التاريخ والألقاب والأنساب وكذلك سند التزكية والخلق والأدب وسند الأصول والفروع والفروق والمقاصد ونحو ذلك وسند المقاومة والثبات والصبر فالأمة كلها بهذا السند بمعناه الواسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه كما ذكر رواية الشيخ محمد إشارة إلى الجمع بين الدين والخلق كان يكفي أن يقال من ترضون دينه فالدين هو دين الخلق ودين الأداب الإسلام هو دين الخلق ودين الأداب لكن مع ذلك ذكر الخلق كأنه يشير إلى أن الدين الذي جاء به هذا الخاطب إنما هو دين بفهم خاص يركز مثلا على الشكل يركز مثلا على التجزئة للأحكام على التمثل الذاتي الذي لا يرتقي إلى أخلاقية الدين ومقاصدية الدين وعمرانية الدين لذلك تأكد أو دعي إلى الخلق مع الدين فالخلق هو جوهر هذا الدين وهذا إشارة إلى الخلق في الزواج وفي الارتباط في حديث آخر ذكره فضلت الشيخ محمد حديث الغلام سأسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك التأمل في هذا الحديث يعطينا معنى ظاهرا وأساسيا وهو أن هذا الغلام يتربى على هذه القيم الثلاثة أو الثلاثة قيمة أن يسمي الله في أكله وقيمة أن يأكل بيمينه وقيمة أن يأكل أمامه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه هذا المعنى هو تدريب لهذا الطفل على المشترك الذي هو بمستوى هذا الغلام ما هو المشترك هنا؟ هو مشترك الطعام فالطعام يشترك فيه جمع يأكلونه في المقام نفسه الغلام أحدهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي هذا الغلام على المشترك في الطعام وهذا يشير إلى المشتركات كلها بمعنى أبعد وأوسع بمعنى المشترك مثلاً نحن الآن مشتركون في هذه القاعة في مشترك في برنامج إعلامي المشايخ مشتركون بأداء هذا العلم الغزير وهذا الأدب الكبير وفريق الإنتاج أيضاً مشترك بهذه الخدمة الفنية الإبداعية وكل واحد مننا له موضعه وله مقامه فهذا المشترك الإعلامي العلمي هو تدربنا عليه في سنتنا النبوية وفي مدارسنا وعلمنا المشترك الوطني المشترك القطاعي المشترك الإنسان ولذلك وأختم بهذا الغلام بمستواه العقل المحدود تمثل هذا المشترك في طعام يعلمه ويستطيع أن يتمثل هذا الخلق الإبتدائي وفق مستواه العقل والقدر على الفهم والتطبيق وكلما تدرج هذا الغلام في الحياة الاجتماعية والسياسية والوطنية تدرج في المشتركات بأنواعها بحسب فهمه وقدرته على استيعاب هذه المشتركات والتمثل لهذا الحديث في تحقيق حياة مشتركة على أساس المشترك الذي جعله الله عز وجل للناس جميعاً والأرض وضعها الأنام تفضل يا أخ دكتور فضل بارك الله فيكم لإترال النقاش لإترال النقاش حول الموضوع هذه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن طلق من حيث وقف الشيخ حول الغلام هناك مصفوفة تربوية في القرآن حول الغلام لكنها نابعة من شيء من ما يمكن أن نسميها الإنغماس في القدوة سئلت مرة وأنا على برنامج فضائي مباشر من أحد المتصلين كيف أقنع ولدي بالصلاة كيف يقتنع الولد بالصلاة يعني تعبنا محاضرات تعبنا أشريطة تعبنا هدايا قلت أنت تقنعه بمجرد أن يراك فعلك أن تفز للصلاة أن تقوم للصلاة إذا رأاك عدة مرات عدة شهور السنة أصبح ديدنك أن تفز إذا سمعت المؤذن أن تترك كل شيء بيدك وسيتربى مثل هذه التربية وذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى داوود قال نعم العبد إنه ووصف ابنه سليمان قال نعم العبد نعم العبد إنه أواب الإمتداد أنت الآن إذا لم تنغمس في القدوة وتجاهد نفسك أن تكون قدوة وكون ذلك كان بعض الصلاة يجاهدون أنفسهم لأجل أبنائهم واحد يطيل صلاته واحد يخشع وواحد يتكلف أمام ولده حتى حتى لا يره على نقص إذا الانغمس في القدوة الانغمس التطبيقي وأخصر جملة أو من أخصر الجمل التي لخصت ثلاثة والعشرين سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن أخصر جملة ثلاث جمل يعني كان خلقه القرآن لخصت مجلدات في السيرة لخصت حياته عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن إذن القدوة هي أهم شيء الشيء العملي التطبيقي أبناؤنا أسرنا مجتمعاتنا كيف كيف يحملون عنا هذه الخلق لو أنك تحاضره الكثير من محاضرات أو تخطب أو تعمل فإن القدوة هي أهم محور من محاور حمل الأخلاق وأما بالنسبة للغليم التي ذكره أنا لاحظته في قصة لقمان في قصة لقمان كيف هذا المصفوف في هذه الصورة المكية والخطاب المكي و أنت تكثر من الكلام حول القرآن المكي لأنه في الحقيقة قاعدة تربوية عظيمة كيف رباء على الأخلاق مع ربه أولا ثم مع والديه ثم غرس فيه حقيدة أجيبة أجيبة جدا وهي أن العالم جميعا لا يمكن أن حبث خرد يعني تحدي عالمي إذا رميت في الأرض وهي مساحة الإنسان هل يستطيع البشري أن تأتي لك بحبة خرد ولكن أما البعد الآخر وهو السماوات فتكون فيه سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله و قد كتبها الله لك من الرزق أي عقيدة هذه أي عمق سيحمله هذا الطفل ثم ربه على الصلاة ثم على حتى حركة الوجه قال لا تصعر خدك للنس هذه ليست الأخلاق حتى المشي قال لا يقصد في مشيه يعني يجب أن حتى الصوت نبرط الصوت و كيف كيف يتكلم مع الناس يعني جوانب مختلفة من الأخلاق و من التربية في هذه القصة أتركوا المجال بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة لو قرأنا الإسلام و أردنا أن نختصر الإسلام في كلمة نستطيع أن نقول إن هذا الدين هو الدين الأخلاق في عقيدته و في عباداته و في تصرفاته حيث حتى كل العبادات الأساسية الأركان الخمسة للإسلام مربوطة بالأخلاق الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر الصيام لعلكم تتقون الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فالحج طوال هذه الفترة تدريب على الأخلاق القولية و الفعلية و حتى يعني السكوتية فلذلك إذا كان القرآن بهذا الشكل يركز بالإضافة إلى قصة القصص التي ذكرها القرآن الكريم كما ذكر أخي الشيخ فضل و هي فيها قصة عظيمة جدا قصة تربوية كبيرة جدا جدا كل هذه القصص تمثلت في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن لذلك حقيقة والتربية بالأخلاق من خلال تجربتنا الآن في الأمة و أنا الحمد لله أصول وأجول خاصة في أوروبا معظم الذين دخلوا في الإسلام حقيقة دخلوا عن طريق الأخلاقيات التي شاهدوها من المسلمين و ذكرت في إحدى الحلقات قصة جارودي و حقيقة أيضا حتى أنا التقيت بموراد هوفمان في ألمانيا أيضا كانت التي أثرت فيه أكثر كانت السكرتيرا تعمل في السفارة لكن كانت صاحبة خلق وأدب رفيع و شجعته على أن تقرأ على أن يقرأ تفسير القرآن الكريم أو باللغة الألمانية و حينئذ بدأ هذا الرجل و من خلال الأخلاقيات الموجودة في المغرب الكرام و ما أشبه ذلك هذا الرجل أسلم وأحسن إسلامه كذلك أيضا كثير من هؤلاء الذين أسلموا سواء كان الذين كتبوا مذكراتهم أولا فلذلك حقيقة الدعوة بالأخلاق من أعظم أنواع التربية و أدوات و الأدوات المؤثرة في الآخر لأنه حتى أنا قبل أقل من ستة أشهر أسلم رئيس جامعة لندن إحدى الجامعات البريطانية في لندن من أكبر أخدم الجامعات هنا موجودة في قطر فاوندياشن دون أن أذكر اسمها بالتأكيد فأسلم تقريبا كان الرجل عنده يعني حقيقة بعض يعني شبهات المهم لأوطيل جلسنا معه أكبر شيء عنده حقيقة الذي كان هذا عكس هذا أكبر شيء هو دخل في الإسلام كاذا أن يسلم من خلال القرآن ولكن كاذا أن يرتد عن الإسلام بسبب سلوكيات بعض المسلمين لغاية حوالي ستة أشهر من النقاش لغاية ما أقنعنا بأن هذه الأخلاق لا تمثل الإسلام انظروا السيرة وكتبنا جبنا له بعض كتب السيرة وحينئذ أسلم وحسنا إسلامه وزوجناه بإمرأة مسلمة وعملنا له حفلة في أستنبول والحمد لله رب العالمين الحمد لله تقبل الله منكم جهودكم ومبارك الله فيكم جميعا وأيضا كما تعرفون يعني إندونيسيا وماليزيا كانت المنظومة الأخلاقية الإسلامية سبب في داية الناس نسأل الله أن ينفع بكم ويبارك فيكم أينما كنتم تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحو همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذي مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بي الهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة